سيد كريم يعني تدريجياً أو يمكن مرة وحدة مرة وحدة أنه منه رح ينضر بيها بس الأصحاب رؤوس الأموال الشبيرة رح ينضر بيها بس الناس البسطاء قانونياً أي حركة مفاجئة بالسوق بالعملة أكيد هناك من يكون ضحية لهذا يعني اليوم التاجر هو منذ جايب بضاعة من القارج أو عنده أموال ممدحة أو عنده يعني مصرف كذا مليون دولار منه لما ينخفض عنه أكيد رح يتعرض إلى خسارة يعني أنا أشوف أنه ومو أنا وأنما الرأي الصائب أنه اليوم من تجي تخفض بشكل مفاجئ أنت رح تسبب ضرر لشريحة واسعة يعني ربما أنه المواطن البسيط ينتعش من هذه الحالة ولكن أنت رح تسبب ضرر كبير لشرائح مهمة هي أصلاً ساندة وداعمة للاقتصاد العراقي نحن علي من نسمع تمدين على الدولة وعلى القطاع الخاص بالتجارة على القطاع الخاص ثم عصب الحياة اليوم أنا إذا أسبب للتاجر كذا مليون دولار خسارة يعني ليش يعني شون رح يعوضها بهذه الطريقة مين رح يعوضها من جلد المواطن نفسه ممكن يكون هناك تعويضات في حال أنه إذا تمت هذه القضية نحن ليش نرزال؟ نحن لدي دقيقة واحدة أعتقد يعني نحن مو صاحب أنا نسمده أتكلم مو صاحب اقتصاص مو رجل اقتصادي ولكن ليش بهالطريقة هاي يعني ممكن أنه نزول تدريجياً وبعدين نحن عدنا فائض وعملة ما شاء الله خير من الله يعني تقريباً يعني بالمئتين دولار تركنا الكهازم أعتقده وحتى فائض احتياطي اللي هو داعم الـ 135 طن ذهب يعني نقدر نشتغل بهذه الطريقة يعني هاي المسألة يعني حقيقة يتصرف بها رجل اقتصادي الأبو البونك المركز يعرف شون لكنه أنه نزولت المفاجئة لا أعتقد هذا خطوة غير مثل ما كان هو الصعود المفاجئ أيضاً من الـ 120-123 وصل للـ 158 يعني كان سبب ضرر واضح على المواطن شكراً لكم